والعالم انطلع اليوم خاصة لألمان بأن أول مرة بتاريخ الحكومة العراقية تضمن القطاع الخاص أول مرة مليار يورو الحكومة العراقية أخذت منه المنظومة الإقراض في ألمانيا للقطاع الخاص العراقي مليار يورو بضمانة بنقية من الحكومة العراقية المصنع العراقي أو صاحب المعمل العراقي يضعك مستعش بالمية وآله رمز تضع 85 بالمية تباعا طبعا هذه حالة إيجابية لما أنت طبعا هي احنا ما بيحتاجين المليار يورو أكيد الحمد لله وشكرا كل يعرف الآن الوفرة المالية في العراق أكثر من مليار من مئة مئة مليار في البنك وأكثر البنك المركزي ولكن احنا يعني في سبيل أن يكونوا علاقات طيبة مع كل دول العالم يعني ألمانيا بإمكانتها المالية المصانح ومعاملها تنتج والعراقيين يبنون هذه المصانع اليوم كان عندي اجتماع مهم مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية وللإعداد الملتقى الرجال الأعمال الأمريكان مع العراق إن شاء الله في السادس وهي يعني كل السبل أن يكون غرفة التجارة الأمريكية والتحاد غرفة التجارة العراقية أن نهيئ هذه الظروف طبعا هذه كلها بواد الخير عندما تبدأ لا تنتهي طبعا عندما يكون هذا الإعلام وهذا الاهتمام وهذا الوقفة من الحكومة مع القطاع الخاص فبالتالي مئات الوفود ستكون كل دول العالم هي ترغب أن يكون العمل بالعراق لأن العراق بها جاذبة سوق خام بكل الإمكانيات بعد بيه يعني أتكلمي لك اليوم 10% نحن في العراق كمصانع أدوية ما مغطين أكثر من أربعة مليار تحدثت للزميلي أخويا أربعة مليار دولار أو أكثر استرادات الأدوية من العراق والمزمات الطبية فبالتالي العراق بيها خصبة لكل المشاريع صحية سكنية تعليمية غيرها 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 المهم يعني أن يكون حزم القوانين المستمرة يعني إحنا أكثر خمس جلسات مع دولة الرئيس سبوعيا غيرنا كثير منطلقنا بتغيير كثير من الأنظم هل كانت عملية تغيير القوانين السهلة أو بعض التعليمات طبعا هي كقوانين جيدة لكن تعليمات تنفيذ هذه القوانين شوي بها روتين وصعوبة أهم قانون الرئيس بدبي اللي صار خمس سنوات أنا ناضل عليه وكان وزير عمل عرف بأن ما يتطور القطاع الخاص إذا ما ينسن قانون التقاعد العموان صحيح وهذا القانون طبعا قانون مهم إحنا ننتص بوطع عش بالمية من القطاع الخاص 12 بالمية عش شركة وخمس طاعة وخمسة بالمية ولكن الحكومة أول مرة تضمن القطاع المنظم بثمانية بالمية يعني اليوم العامل بهذا القانون صار خمسة وعشرين بالمية حال حال موظف الدولة للقطاع المنظم إذا أنت آدي إنسان عامل عادي الدولة ضمنك بخمسة عش بالمية وخمسة عليك عملية حلوة عملية بناء مستمر وتنظيمي لقطاع خاص هذا يعني ما يهمنا بالموضوع